يلا بنا جماعة نبدأ فيديو جديد النهاردة على ميزة مخفية في جامعة هواتف سامسونج ميزة حلوة جدا حتى خليك تستمتع جدا بتليفونك وهتدي لك مميزات وخصائص حلوة جدا الميزة دي يا جماعة موجودة في لقطة الشاشة طبعا احنا عارفين ازاي بنقدر ناخد لقطة شاشة بناخد بزر الباور وزر خفض الصوت بطريقة سهلة طبعا كلنا عارفين الكلام ده وفيه كمان ان انت تقدر تاخد براحة اليد ان انت تمشي ايدك على شاشة الهاتف بتاعك تقدر تاخد بها لقطة شاشة فيه الميزة بقى المخفية اللي معنا شباب موجودة فيه خاصة بلقطة الشاشة ان انت اللوحة الجانبية دي فيه لوحة جانبية هنا يا شباب موجودة زي ما انتم شايفين هي عبارة عن فصولة هيت ازاي تقدر تخصص اللوحة الجانبية ديت علشان تقدر تستفيد آآ منها آآ اللوحة الجانبية هتدخل على الاعدادات وبعدين تدخل على الشاشة وبعد كده هتلاقي تحت نهوت حاجة اسمها لوحات لوحات جانبية زي ما انتم شايفين هي متفعلة هتدوس على كلمة لوحات دي عشان نخصصها زي من شايفين اللي متعلم عليه علامة صح ده هو الصفحات اللي بتظهر كل ما بتحرك اديك آآ في لوحة اللوحة الجانبية دي موجودة عندك انك تقدر تضيف لوحة التطبيقات ولوحة التحديد ازاك اللي انا هتكلم عنها دلوقتي ودي الميزة الخطيرة جدا الموجودة معنا فيه كمان آآ اللوحة كمان اللي هي بتاعت المهام اللي هي فيها تصبيت الساعة وفيه تسجيل الصوت وفيه تسجيل فيديو وتقدر تضيف كمان فيها اللي انت عايزه في اللوحة اللي انت عايز يعني اللوحة دي تعدل عليها وتضيف فيها مميزات كمان لكن مش هنطول عليكم ونخلينا في الميزة اللي احنا بنتكلم فيها ان انت لو عملت آآ آآ كده هنجيب الاول معلش ثانية واحدة نجيب صفحة وليكن زي كده هناخد منها لقطة شاشة وصفحة دي فيها كلمات هندوس مسلا على اللوحة يا سف اللوحة الجانبية طبعا انت تبقى عارف مكانها وتدوس على مستطيل وبعدها بتحدد بقى المكان اللي انت عايز تاخد له لقطة شاشة وتقدر تاخد تكبر وتصغر زي ما انت عايز هناخد مسلا هنفترض اننا هاخد اللقطة دي واللقطة دي فيها شوية كلمات كمان موجودة وهنعمل تم فيه هنا علامة اسمها التي اللي هي بتاعت النص هتدوس عليها هتلاقيها طلعت لك كل النص الموجود في اللقطة اللي انت خدتها وتقدر تعمل له نسخ بطريقة احترافية جدا يا شباب آآ ميزة حلوة قوي بصراحة موجودة في المكان دي هو ان انت تقدر تاخد لقطة شاشة لمكان فيه كلام وتقدر تستخرج من الصورة الكلام المكتوب فيه آآ كمان يا شباب فيه حاجة حلوة قوي ان انت تقدر تستخرج لقطة شاشة آآ بدقة الفيديو اللي انت مصوره قوي يعني انت صورت فيديو في فيديو متصور عندك تقدر تاخد منه لقطة شاشة بنفس الجودة بتاعت الفيديو اللي متصور منه وليكن انت هتصور مسلا دلوقتي ما عنديش فيديو دلوقتي متصور هسجلك الشاشة وهوريك جودة الفيديو Rashid وعمل ازاي جودة بتاعة الفيديو ده وازاي هوريك تاخد لقطة شاشة منه بنفس الجودة بتاعة الفيديو يعني الصورة هتبقى بنفس الجودة بتاعة الفيديو عنعمل ونفتح السطديو تمام يا شباب نفتح hunger and still on google that one out. منوي Alxude house does that. هي اللي هي دي بياخد لقطة شاشة طب لو مندوس على التلات نقط اللي فوق بعض الاول وندوس على التفاصيل هيجيب لك الفيديو عشرة تمانين في الفين وربعمية دي الجودة اللي متصور بها الفيديو طب انا عايز اخد لقطة شاشة بنفس الجودة دي هدوس على العلامة دي وارجع آآ اخد بقى لقطات الشاشة بتاعتي هيت لقطات الشاشة اللي انا صورتها هيت بدوس على اي لقطة شاشة وادوس على التلات نقط واشوف التفاصيل بتاعتها هلاقي الجودة بتاعتها عشرة تمانين في الفين وربعمية زي ما هي متصورة من الفيديو بالزبط اتمنى ان الفيديو يكون عجبك يا شباب واستفدتم منه النهاردة متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وبشكركم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته